في هذا الفيديو نستعرض كل أبراج اليوم وما تخفيه من مفاجآت على كل الأصعدة إذا أردت الاطلاع على حظك وبرجك بشكل يومي فقط اضغط على زر الاشتراك ثم على جرس التنبيه وسيصلك إشعار يومي بكل جديد برج الحمل الحياة ليست لعبة لا يجب أن تمارس فيها أي تفاصيل دقيقة دون خطو الخطوات السليمة في سبيل الوصول إلى أهدافك بل عليك وضع خطة والسير عليها بالنحو السليم على الصعيد المهني أحلامك ستبقى معك للأبد مادمت متمسكا بها بكلتا يديك وقلبك تلك أشياء وتفاصيل صغيرة ولكنها أكثر من مهمة على الصعيد العاطفي الوقت اللطيف الذي تقضيانه معا ليس وقتا ضائعا بل على العكس تماما هو ألطف شيء يمكنكما فعله في العلاقة الآن على الصعيد المادي تستحق كل المحاولات التي يمارسها من حولك لضمك إلى أصدقائهم لا تظن أن قيمة الإنسان في أمواله بل في شخصه برج الثور لا تحاول شرح شيء لا تعرفه ولست متأكدا من معناه يجب أن تفهم أنت الموقف بالكامل من حولك قبل أن تقرر أن تعطي بشأنه رأيا أو قرارا لأنك بهذا ستضر من حولك ونفسك على الصعيد المهني المسافة الآمنة بينك وبين أي شخص الآن هي نفس المسافة بينك وبين الزملاء حاول أن تضع بعض الحدود في التعامل ولا تدخل الأمور الشخصية في العمل على الصعيد العاطفي لا تلون نفسك لأنك أخطأت بحق الشريك مرة هو متفهم أنك لم تقصد كل ما بدر منك فقط اعتذر منه على الصعيد المادي كن أمينا على الأمانات التي أعطيت لك حتى بدون ورق أو شهود أنت تعرف أن شخصا ما أمنك عليها برج الجوزاء البكاء لا يحل مشاكل ما يحل المشاكل هو البحث عن حلول وإجراء خطوات سليمة لتنفيذها ربما يكون هذا صعبا وربما يتطلب منك مجهودا ووقتا ولكن الصعوبة الحقيقية تكمن في الاستسلام للمشكلة على الصعيد المهني أهم ما تنجزه مع العملاء هو اتباع مقولة خير الكلام ما قل ودل ابحث عن أشياء مفيدة ومنطقية في الحديث مع من حولك ليفهم ما يدور في رأسك على الصعيد العاطفي لا تستمر في علاقة تسرق راحتك ولا تسمح لك بالاستمتاع بمباهج الحياة فتلك علاقة مسمومة على الصعيد المادي لا تصر على شيء لا تعرف ما إن كان حقيقة أم لا لا يكفي ثقتك بالأمر ليكون واقعا ملموسا ترجو السرطان الالتزام درجات في كل شيء في الحياة كل إنسان يمر بدرجات معينة في حياته تعطيه مبررات لأخذ قراراته والعمل على تنفيذها لا تقس من حولك على نفسك طوال الوقت فما يناسبك قد لا يناسب غيرك على الصعيد المهني لا تحدث الوافدين جدد وتلومهم كأنهم يملكون نفس خبرتك هم لا يعرفون كيف تسير الأمور في المكتب بالنحو الذي تعرفه أنت على الصعيد العاطفي لا تجرح مشاعر أحد المقربين من الشريك بدافع الغيرة يجب أن تكون مسالما أكثر مع أصدقاء الشريك هم بحاجة إلى هذا على الصعيد المادي التعامل مع من حولك يجب أن يكون بالتفاهم والحب لا بالأموال لا تحاول شراء محبة من حولك بالهدايا برج الأسد غير من نفسك كما يناسبك لا تحاول أن تسير وراء شخص لأنك تحبه وتلغي كيانك وعقلك كن مقتنعا تماما بكل ما تفعله في حياتك على الصعيد المهني تعرف جيدا كيف تفرق بين مشاعرك الشخصية تجاه موقف ما أو شخص ما وبين المكتب والعمل هذا هو ما يميزك عن غيرك على الصعيد العاطفي العناد أسوأ ما يمكنك فعله في العلاقة العاطفية لا تسمح لنفسك بأن تعاند الشريك طوال الوقت إما يكون رفضك لسبب أو لا ترفض على الإطلاق على الصعيد المادي لا تكذب المنطق بالطبع لإحساسك احترام كبير ولكن المنطقة هو الأصدق حين يتعلق الموقف بالأموال برج العذراء الأمانة تقتضي أن تعطي كل ذي حق حقه اسمح للآخرين بالعيش بالنحو الذي يرونه مناسبا لهم فقط إن صحهم ولا تتدخل أبدا قد يكون ما تراه مشكلة هو في الواقع لطيف وليس بهذا السوء على الصعيد المهني اترك بصمة في المكتب اليوم حاول أن تكون مساندا لمن حولك كن مخلصا في عملك وركز كل التركيز على المشروع على الصعيد العاطفي تنفيذ شيء قبل موعده يجعله يوازي سوء التأخر عن الموعد اهتم بالتوقيت أثناء تقديم الهدايا وفي المناسبات تلك أمور ضرورية على الصعيد المادي من أخبرك أن المسائل المادية لا دخل لها بالقلب؟ القلب يتحكم بكل شيء ما يجري بلا قلب يكون بلا روح برج الميزان تجاهل المشاكل لن يساعد على حلها في الواقع التجاهل سيتسبب بكارثة محققة ولن تقدر على السيطرة على الموقف أو التعامل معه سيتحول كل شيء من حولك إلى مشاكل لأنك لم تسيطر على الموقف حين كان أبسط على الصعيد المهني بالطبع ليست كل تصرفات الإنسان مبررة ولكن في المكتب تلك ضرورة برر كل ما تفعله للمختصين على الصعيد العاطفي الليل سينتهي حتما النهار سيعود لا تترك اليأس يجعلك تظن أن حياتك ستستمر ظلاما إلى الأبد على الصعيد المادي إلمس النجاح بيديك أنت تستحق أن تشعر بالحماسة والسعادة بعد كل الضغط الذي مررت به برج العقرب عليك التغلب على المصاعب لأنك تريد هذا لا لأي سبب آخر لا تخف من المفاجآت التي يحملها لك القدر كن قويا لنفسك لا من أجل أي شيء أو أحد لا تهتم سوى بمصلحتك على الصعيد المهني لست من النوعية التي تنكر جميلا أبدا لكنك كذلك لست من النوعية التي تبالغ في رد الجميل لمرحلة غريبة كن منطقيا في التعامل مع الزميل الذي ساعدك وسانده عند الحاجة على الصعيد العاطفي لا تنسى ترك رسالة تذكير على هاتفك اليوم عن المناسبة المهمة جدا للشريك حاول أن تشاركها في الاحتفال باليوم على الصعيد المادي كسر القيود التي تمنعك من التنفس كن حرا من شتى النواحي أنت قادر على السيطرة على نفسك في أصعب وأبسط المواقف برج القوس كن رحيما في المعاملات الظلم لا يعني أن تأخذ ما يخص شخصا آخر فقط بل يعني أن تجور على حقه تلك ليست طبيعتك أنت إنسان سوي ولطيف تعامل مع الناس بتلك الطريقة لأنها الأفضل على الصعيد المهني المجاملات اللطيفة مطلوبة جدا في المكتب اليوم ترى التوتر والقلق على أوجه الوافدين الجدد حاول أن تحسن الأجواء قليلا على الصعيد العاطفي طالما قرأت عن تلك النوعية الغريبة من العلاقات النوعية التي تبدأ بشيء كالشرر شيء خاطف يجذبك إلى شخص ما ها أنت ذا تجرب هذا الشيء على الصعيد المادي لا تبح بسرك الصغير لأحد حاول الحفاظ على سرية الموقف إلى أن تتأكد من سريانه برج الجدي لا تؤجل مواعيد مهمة اليوم لأنك لا تريد مقابلة أحد المسؤوليات يجب أن تتم حتى حين تكون في مزاج سيء تلك أشياء لا يجب أن تهمل تحت أي ظرف حتى في أسوأ الظروف على الصعيد المهني نجاحك أو فشلك هو نجاح وفشل لك أنت والعاملين معك كن متيقظا دائما لا تترك المسائل الشخصية تتدخل اليوم في تفكيرك على الصعيد العاطفي المشكلة في الشكوى المتكررة للأصدقاء تكمن في أنهم لا يعرفون عن الشريك الكثير وسيكونون فكرة سيئة عنه لن تستطع محوها على الصعيد المادي أنت تستحق أن تحظى ببعض التفاهم مع من حولك حتى إن تصرفوا عكس هذا لا تسمح لهم بسلبك حقك برج الدلو توخى الحذر حين تواجه شيئا جديدا أو تأخذ قرارا جديدا لا يشبه أي شيء مما مررت به من قبل كل شيء يستحق التركيز ولكن المصاعب التي تمر بك حاليا يجب أن تركز عليها لكي لا تقع في مشاكل أو تفاجأ بعراقيل لم تلحظها على الصعيد المهني يجب أن تملأ الفكرة عقلك قبل أن تحاول ملأ عقل الآخرين بها يعجبك الموقف عامة ولكنك لا تملك رأيا واضحا في الفكرة ذاتها بعد على الصعيد العاطفي السعادة والأمان هما أهم أسباب العلاقات في الكون إن وجدت أن شيئا منهما غير متوفر في علاقة فإن هذا يعني أن تلك العلاقة لم تخلق لأجلك على الصعيد المادي لا يوجد مكان في حياتك للتفكير في شيء لا يخصك لا تهتم بمن يهتمون بشؤون حياتك سر في طريقك مرفوع الرأس برج الحوت لا تحب أن يتحدث معك أحد ببساطة واستهتار وكأنك غير مهم لا تغضب بل حاول أن تضع حدودا مع هذا الشخص فهو لا يفهمك ولا يسبب لك سوى الشعور بالحزن والضيق على الصعيد المهني لا يوجد مستحيلات في الحياة العملية كل شيء ممكن بالخطة والفكرة المضبوطة بعض تلك الأمور قد يبدو غير مؤثر في حياة أي شخص لكن لا حياتك أنت فأنت تتعلم من أخطائك على الصعيد العاطفي من قال إن العلاقة العاطفية السوية هي القائمة على الزهور والسعادة فقط العلاقات السوية والناجحة هي التي تمر بشتى أنواع الفشل ولكنها تقاومه وتفوز في النهاية على الصعيد المادي كونك تغيرت فهذا لا يجعل منك إنسانا سيئا كل البشر يتغيرون عند لحظة معينة أهم شيء أنك ما زلت محافظا على مبادئك